العقوبات الأمريكية على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي وضعت طهران في مأزق اقتصادي كبير ومع تطبيق العقوبات الواسعة التي تحدثت عنها الإدارة الأمريكية على كل أنشطة الاقتصاد الإيراني في شهر تشرين الثاني المقبل سيصيب ذلك إيران كما يزم المراقبون بأضرار شديدة الخطورة ومنها ستتجه إلى الهاوية ومن الآثار التي ظهرت جليا في إيران عقب العقوبات انتشار المخدرات فيها بنسب كبيرة بسبب ازدياد الاتجار بها لتعويض الخسائر الفادحة التي تتكبدها البلاد يوميا السفير الأمريكي السابق في أدربيجان ريتشارد كوزالا ريتش الذي درس التهريب الدولي للمخدرات قال في مقال له إن الحرس الثوري الإيراني بدأ يعمل على التربح بشكل أكبر من تجارة المخدرات بعد العقوبات التي فرضت على إيران بمساعدة ميليشياته الموجودة في عدد من الدول أبرزها العراق السفير الأمريكي رأى كذلك أن العقوبات تزيد من العائدات الاقتصادية للعناصر الإجرامية المستعدة لتهريب المخدرات والسلع الأخرى الخاضعة للعقوبات وأنه إذا ما نجحت العقوبات في الضغط على النظام الإيراني فمن المحتمل أن تنمو تجارة المخدرات الإيرانية بشكل أكبر والعراق على وجه الخصوص وقع في مرمى النيران المتبادلة بين صادرات المخدرات الإيرانية وإذا ازدهرت تجارة المخدرات فأن الاستقرار العراقي سيكون أكثر تعرضا للأخطار وتابع السفير كوزلاريتش أنه بالنظر إلى انتشار فصائل الميليشيات في المنطقة فأن هذا يمكن أن يؤدي إلى تحالفات خطيرة للغاية ويذكر السفير كوزلاريتش في مقاله بعض الميليشيات المتورطة بتهريب المخدرات من إيران إلى العراق بمساعدة الحرس الثوري الإيراني ومنها ميليشيا حزب الله وميليشيا بدر اللتان ترتبطان بإيران بقوة ولديهما تاريخ معروف من الانخراط بأنشطة غير مشروعة لتمويل أنشطتهما المسلحة ترجمة نانسي قنقر